ربما الأولى عبد الرزاق أنا واذا حدث بالضبط لماذا رفض الحاكم الهدف هنا في لقطة هذه الصورات تتبت الحاكم لماذا رفض الهدف هنا إشارة الحاكم تبين بأنه كان ضربة مرمى يتبت بأن الكرة خرجت وعودت دخلت هنا قام بالركنية إشارة الحاكم المساعد ظهرت على السبب لرفض الهدف وبأيك أنت الكرة خرجت خرجت هل يقول هذه الإشارة يكون تسلل يخرج مرمى تسلل في هذه اللقطة لا يوجد بطبيعة الحال خروج الكرة ضربت مرمى إحصائياتك في المرحلة الثانية هنا كانوا تدخلات تناشر مرات في دخلات تعسيد إبراهيمي وتقمتعه منهم تلت تسللات نقول تدخلات الحاكم هنا نقصد بحوالي ثلاثين بالمئة مقارنتين بالشبط الأول يقول هنا طريقة اللعب التقنيين هما أولى بهذا الشيء تبدلت الحاكم كان كما نقوله في إرياحية في فورما في إرياحية ما كانوا بزاف الاحتكاكات ومجاكل وجهزة مقابلة ضيفة في المرحلة بالنسبة لك إبراهيمي والربعي والطاق متاعه وفقه في إدارة المقابلة الاتحاد مع التجنان فعلا وهذا ما وقفنا عليه طيلات هذه المباراة نبدأ بهدف التعدل بنسبة لاتحاد الجزائر مصطفى وسعيد هدف سجل بطريقة كما قلت استثمروا فرنيا تلاعبية ديفاة الجزائر وفي وقت مهم جدا احنا قلنا شوفوا تنفيذ المخالفة نعم شوفوا شوفوا كيف بنموسها مدهر المزيان هنا مزيان بالبلاد يوبي نظن هدف ممتاز في زاوية تسعين المعاكسة للحارس علي سرا نظن أنه هذا هدف ممتاز وهذا الهدف مدل اللاعبين شحنة معنوية اللي خلتهم يقدوا الشوط الثاني ممتاز وقدروا يسجلوا هدفين وحد وخرين ولكن العموم نقول أنه اتحاد العاصمة وأنه مقابلة ليس عشر دقائق الأولى ولا خمسطاش دقيقة الأولى نظن فيها تسعين دقيقة واتفاع تاجلانت نظن لعب خمسطاش دقيقة الأولى وما في الشوط الأول كان من تمركز جيدا ولكن في الشوط الثاني نهار كله مقدرش يواصل مصطفى اللعبين تعتاجلانت بعدما الحاكم صفر الخطأ ينتظر الحاكم أنه يصفر مرة أخرى لكي يلعبوا المخالفة لكن في هذه الحالة الحاكم لا يشاطر نيل لا يصفر في حالة مثل هذه يعني اللعبين لعبوها بسرعة في ظهر المدافعين اللي بقوا يتفرجوا في لقطة مثل هذه واللقطة هي 25 متر على المرمى يعني من المفروض كان هنا اللعبين واللاعب واحد ليغلق مصار الكرة من جانب التمرير لما مررها بالموسى وكذلك اللعب اللي كان موجود على الجهة اليمنى اللعب بالداحي يترك اللعب يلعب بسرعة المخالفة إذن هنا النية كما يقال وقلة الحلة من جانب لعبي دفاع تجنان تكلفتهم هدف هدف جاء في وقت مبكر دقيقة ثانية من مرحلة ثانية معناها أعطى دفع معناوي كبير للاعبي فريق اتحاد جزائر ممكنهم من نقدر نقول استعادة توزن تهم حتى أداء الاتحاد تطور بشكل كبير في هذه المرحلة الثانية خاصة في هذه البداية أكيد بعدما تدخل تكون منهازم أمام الفريق اللي كان متمركز جيدا كما كنا نتكلمه وابراهيم في الشرط الأول نقول أنه في الشرط الثاني اتحاد العاصمة بعد التغييرات خاصة تغيير اللعب أسامة شيتا في المحور وسط ميدان شاهدنا أن اللعب الشرط أعطى أكثر توازن للفريق سواء في الوسط حتى في الهجوم واللعبين كان يمت تغييرات دقيقة نظل أن هذا التوازن هذا خلت اتحاد العاصمة يعني يعدل نتيجة في وقت جيد حساس بعدها الفريق أصبح يلعب يعني بيكون أرياحية يعني ما تخلش في ذلك التسرع بقى يبني يمر على شيتا يلعب بالبرق خماسة يعني ما يصوتيش يعني ليلين بشيوصل إلى المرمى وأسامة شيتا نقدر نعتبره قيمة ثابتة في صفو فريق اتحاد الجزائر دخوله كان موفق مصطفى توقعت دخول ثلاث لعبين نجحت في لعبين اثنين زوج وليد عرجي أنا فرعي ما دينا تغيير أيضا هذا يحسب لمحللنا مصطفى مازا وأيضا نقول لك مسعود لو كان الشانجمو هذا ما بين الشوطين ما داروش تعلق إليسي لأنه إليسي ما كانش في يومه ونقدر نقول أنه الهدف ليس جلو لاعب دمان ليس جلو دفاع تاجناند نظن الخطأ من عند إليسي لأنه ما دارش مركزين ديفوديو اللاعب دمان إذن كالمفرض يدخل وليد عرجي لو لم يرتكب إليس هذا فعلا الهدف الموالي كان في دقيقة السبعين أمام أو سجله إبارة لكن قبله كان هناك هدف أبيض هذا نحل من جانب التحكيم نشوف اللقطة درزاق وحل الهن نشوف اللعب بالاتحاد المهاجم ثاني ليسجل هادف هو الذي كان متقدم لخط المرمى على الكرة وعلى ثاني منافس آخر منافس هنا نقول لك كيف نقدم بطبيعة الحال ربما نشوف الإعادة إذا كانت موجودة معلش وصل تحليل المساعد الأول كان قرار لقطة لا كش وضعية تسلل لا كش وضعية تسلل لقطة حتى إذا كان لعب الاتحاد في أول لقطة إمارة في وضع تسلل لكنه لم يشارك في اللقطة فعلا هنا لا لا وضعية تسلل ستتواصل للقطة لقطة عند برمغيت واضح لقطة لا عند اللعب الكورة من برمغيت لصديق لزميله زميله كان متقدم نوع ما هو نذبين باليرا متقدم والقرار صحيح من الحاكم المساعد الأول هذا من ناحية التحكمية من ناحية التقنية بنغيت أخطأ برأيك سعيد أشك أن يحس في اللحظة هذه مرة الكورة بالغيت لكي نشوفوه كي مدلو بنخماس الكورة ديجا على بلو أن الزميل تاعه إبارة راه التم وكان يجري بالكورة ويخزر في إبارة وين راه بالغيت حبي يأكد الهدف وكذلك وكذلك نقدر نقول أنه مام إبارة تقدم بالزاث إبارة لو كان قاعد شوية يتريس نظن الهدف سيكون صحيح وإحنا كان مدربين ومحللين ولم يمكن تفرج لو كان بنغيت كان قادر بالبلغ يتريس في بعض الحين لما لا تكون أناني لما لا تكون أناني إن صح هذا المصطلح ضيع فرصة منه على فريق لحسن حظه أنه إبارة الذي ضيع هذا الهدف وكان في وضعية تسلم بسبب تسرع فيه لقطة مكنة من إضافة الهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة السبعين إبارة مباراة أولى نعلق على الهدف مصطفى مباراة أولى هدف مهم جدا لمنزل هذا اللعب لا شفنا كذلك اللعب مزيان مزيان يعني مشاء بالرجل اليمنى وإلى فيكسي المدافعة تعه نرفع الرأس يعني خذ المعلومة شاف اللعب إبارة وعطاله يعني كرة عرضية وارتقاء يعني طايمينك تعال لعب إبارة قبل المدافع يضع الكرة برأسية يعني انتات ديكرواز يعني في الجهة المقابلة للحارس نظر أنه مهاجم بعدما يلعب مباراة الأولى ويسجي الهدف من دون شك تعطيه ثقة بنسبة لباقي المباراة المتبقية لهذا اللعب منتد الساعد كيف تقيم أداء إبارة في مباراة اليوم لا إبارة شفناها تشوف باللي عنده إمكانيات عنده إمكانيات ولكن تأقلم مع البطولة الجزائرية بلك مملو طارطان بلك لازم له وقت ولكن باش تسجل الهدف كما هذا وتمركوستعون أن نشوف فيه جيدة بلك الكورة مجوش مليح هاي جاتوا كورة عنده هدف ممتاز وكيما قال مصطفى أي مهاجم ما نقولوش أجنابي أي مهاجم في أي بطولة في العالم كي تسجل منذ البداية راح تفتح لك الشاهية وراح تدخلك هذيك راقون فيونس لتخليك في المباراة المقبلة تقدر تسجل طبعا بعد تسجيل الهدف الثاني الاتحاد بعد ما كان متأخر في النتيجة منهزم صار متقدم في النتيجة لأول مرة متفوق بهدفين مقابل هدف واحد الهدف الثاني السهل المأمورية للاتحاد صار يسيطر على الوضع في المقابل تراجع كبير جدا في أداء فريق دفاع تجنان نجم منوه بشيء مهم أخي مصعود في الشوط الثاني أن التغييرات أتت بإتمارها لعب إنشاء أعطى السرعة السرعة في الأمام بالنسبة لهجوم اتحاد عاصم محتاج إلى لعبين عندهم السرعة في الأمام دخول محيوز كذلك أعطى إضافة تحرك كثير أعطى كورات خرج حتى التغييرات بالنسبة للمدرب الاتحاد كلها دافع ونزع هجومية أنا أدرتها مسؤولة تغييرت كل هذا دافع هجومي نية واضحة والقصة لاكيد يعني إشراك محيوز وبنشاعة وكذلك اللعب إبارة يعني في آن واحد يعني يخلي لك أنه تقول المدرب فروجي يبحث على حلول هجومية لأعطاء أكثر نزعة للعبين نقول أنه في شوطة تاني يعني والتغييرات اللي قام بها المدرب كانت ناجيها مئة بالمئة إذا الكوتشينج تعمل مصطفى مازاو فروجي كان في المصطفى نشوف اللقطة الموالية في هذا الملخص ليقترحوا لنا الزملاء هذه واحدة من لقطات فريق اتحاد الجزائر السعيد يعني الاتحاد وجد سهولة في هذه المرحلة الثانية خصوصا بعد ما كان فائز بثنين واحد نظن أنه دفاع تاجننت دفاع دفاع تاجننت تفتح شوية لأنه كان حاب يزيد يسجل وعلى العموم وعلى العموم نقول أنه في هذه البداية بداية الموسم فريق فريق اتحاد العاصمة بان على إمكانيات جيدة خصوصا الرابع أو الثالث والرابع في المضارات وهنا شكونا مدلو الكرة مدلو اللعب محيوز هو اللي يمدل الكرة اللعب بنشاع ولاعب بنشاع بالبراد يو بي إلى لايتي انتليجون ما استعملش القوة استعمل بريسيزيون بالبراد يو بي فتح رجلو وسجل هدف ممتاز يعني هدف مثالي من ناحية التمرير من ناحية طريق التسجيل تايمينغ تعالى بال وتاني بنشاع ومحيوز نظن في كأس العربية هذي اللاعبين تحسهم باللي متفاهمين وفي المقابلة تعالي يوم تاني نظن انه هذي اللاعبين رح تكون قوة ضاربة في اتحاد العاصمة رأيك مصطفى في الهدف رح نشوف الإعادة مرة ومرات بالنسبة للاتحاد طريقة مثالية كما قال سعد لتسجيل هدف تالي أكيد أكيد تايمينغ تعالى محيوز خرج من المراقبة خرج من المراقبة طلب الكرة يعني دار وطايمينغ ما بين وبين اللعب بنشاع لطلب الكرة في ظهر المدافعين كان طايمينغ ناجح وتمريرة ميتالية شوف خرج من المراقبة ويمدلوا كرة يعني رجلين متحررين لعب مباشر حتى المشي بالكرة من اللعب بنشاع رفع رأسو اخذ المعلومة ويضع الكرة بالرجل يسرى وفتح رجلوه في القائم الأول يعني ما كانش عنده صعوبة ما بحثش على القوة لو بحثت على القوة من دول الشيء سيضربها في الحارس لكن هنا بحث على الدقة في التسديد وهو ما حصل عليه في الأخير بتسجيل الهدف الثالث دفاع تاجنان برأيك تراجع مستوى في المرحلة الثانية هل ما رده الجانب البدني أم تسجيل هدف مباكل الاتحاد هناك بدني وقوة اتحاد العاصمة في شوط ثاني لأنه لأنه اتحاد العاصمة غير غير استراتيجية كليا غير لعب بتاعه استراتيجية لعب 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 شيتاء أعطى أكثر إتمئنان للدفاع والهجوم لأنه المدافعين كانوا يمدوا كرة جيدة للشيتاء والشيتاء يعفوا يخرجها تاني في الانترفال للمهاجمين هذه نقطة وتاني تغيير وكذلك نظن أنه اتحاد العاصمة كان خاسل بعد عدل النتيجة في وقت حساس معنويات أفضل وزد سجل هدف التعادل واتحاد العاصمة كان قادر يسجل أكثر من ثلث أهداف ولكن سير المباراة سير المباراة لعبين سيروا المباراة وكذلك دفاع التاجنان لا نقول أنه فريق ليس جيد أنه في الشوط الأول أبان على إمكانيات طيبة هذا يقودني للسؤال في نفس الإطار برأيك فيه مؤشرات كثيرة توحي بأن الدفاع التاجنان في وضع مقبول جدا بإمكانه أن يقدم موسيما مقبولا على الأقل بالنظر لما شاهدناه خاصة في المرحلة الأولى سعود ما نقدر لاحكم على أي نادي ولا أي منتغ في مباراة مؤشرات نقاط فيه مؤشرات يعني تحي بالخير توحي بالخير بالنسبة لهذا الفريق هذا في لعبين جدد يعني استقدموا على غيرها اللعب عريبي اللعب مختار اللعب ماشي لما شاركش اليوم اللعب الحارس بالكررش الحارس بالمقراني آدم إزغوتي لعب وسط ميدان شباب الوزداد والناس كذلك لعب شبيب في الجاية يعني كل هذين اللعبين هذو استقدموا لكي يعطوا إضافة بالنسبة لدفاع لكن في مؤشرات تقول بلي أنه خاصة الشوط الأول اللي قدموا الدفاع تقول بلي أن الدفاع يعني عنده إمكانيات أحسن من هذا يعني من جانب البدلي من جانب الريتب يعني مع المباريات رح يكون أحسن من المباراة اليوم وبالتالي أنصار الدفاع يجب أن لا يقلقوا على فريقهم لأنه عنده مؤشرات توحي بأنه قادر على تقديم مستوى أو تقديم مستوى طيب جدا هذا الموسم لأنه دائما الهدف بالنسبة لدفاع داجنانت هو الباقاء وجب فقط تظافر كل الجهود وأيضا دعم المادي يعني لما نشوف القمصان تعلق الفريق بدون أي سبونسور يعني مشكل كبير لفريق يلعب في الرابط المحترف الأولى موبيليس في فريق مباراة متلفزة يعني حتى للسبونسور يستفيد من هذه لو تكون إشارات وتكون مساعدة مادية لهذا الفريق الذي هو نشوف فرق بينه وبين اتحاد الجزائر فرق كبير خاصة في الأمور وفي الناحية المالي اللهم لا حسب بالنسبة لفريق اتحاد الجزائر